أنا مسؤول تمريب مستشفى العدان جناح العظام فرق تم لأن هنا تتعامل مع شغلة أول مرة تمر علينا بالعالم بس هناك كشغلة متعودين عليها كسور جروح جلطة يعني أشياء مدروسة بس أنت تتعامل مع شيء غير مدروسة الآن عملنا نعتني بالمحجور عليهم من قياس الحرارة وبغط والسكر وبعد القيارات الجرح عندهم بعد مرات ينصابهم بالشروح وحتى نعتني بالمتطوعين والدكاترا أحد ينشرح فيهم أو انصاب أو سكر ارتفاع عندهم يعني مو بس عملنا كمحجور عليهم عملنا حتى حق العاملين معنا باللبس الوقائي نسمع الدراسات اليديدة حق الكورونا وأكثر شيء مع الصحة الوقائية هم يكونون الرشاد التام حق الكورونا أهم شيء لإخوة المشاهدين أهم شيء عندنا يقعدون بالبيت وما يطلعون عشان يساعدوننا ونساعدهم اشتركوا في القناة